اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تاريخ مشترك ومحبة وأخوة دائمة أرسى دعائمها الأباء والأجداد ما أسهم في رفع مستويات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات منوها سموه بعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهم الشقيقين والتي تحظى بكامل الرعاية والاهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظهما الله نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع معالي السيد محمد بن مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع عضو مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث نقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوة المسلحة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة إيد الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء كما نقلت عازيهما إلى جلالته وسموه في شهيد الواجب الرائد عبدالله راشد النعيمي الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني إثر تعرضه لعمل إرهابي مع عدد من منتسبي القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء أدائهم مهامة تدريبية مع القوات المسلحة الإماراتية في جمهورية الصومال وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على تعزيهم الصادقة في شهيد الوطن وأبلغ سموه معالي السيد محمد بن مبارك المزروعي نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه اللورعة وتحيات سموه إلى صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع كما أبلغ سموه بنقل تعازي جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعازي سموه إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع في شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم وشعب الإمارات الصبر والسلوان وتمن ينسموه أن يمنى الله العلي القدير بالشفاء العاجل للمصابين من الأخوة الأشقاء بالقوات المسلحة الإماراتية من جانبه أعرب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع عضو مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة لحرص سموه على توطيد مستويات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بما يعود بالخير وعلى البلدين وشعبيهم الشقيقين